خلينا نفوت حتى نعرف أكتر عن القداسة ما هو مفهوم القداسة بالمفهوم الكتابي؟ القداسة بالمفهوم الكتابي هي حياة التشبه بصفات المسيح وطبيعة المسيح حضرتك يقول كتاب في رسالة روميا أصحح 8 عدد 29 الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ببساطة جديدة القداسة هي نفس طبيعة وصفات الرب يسوع المسيح هي حياة النقاوة هي حياة النور هي حياة البعد عن الشر والدنس لكنها في جوهرها هي التشبه بطبيعة وصفات الرب يسوع المسيح لكي نكون مشابهين صورة ابنه لما الله بطالب وبيدعو للقداسة هل الله بطالبنا بشيء مستحيل تحقيقه؟ والسؤال الثاني ماذا فعل الله لكي يقدسنا؟ الله لا يطالبنا بشيء إلا ويعطينا الإمكانية أن نفعلها لو ربنا قال لنا كونوا قدسين وإحنا بشر ضعاف في عالم دنس الخطيئة محيطة بنا بسهولة يبقى الله ظالم وحاشى لله أن يكون كذلك لكن بيطالبنا وبيقول لنا أديكم الإمكانية أن تفعلوها إلا عملوا الله عشان نكون مشابهين طبيعة المسيح النقية عمل حاجات كتير بل خلينا أقول هو بيعمل كل حاجة أذكر ثلاث حاجات على سبيل المثل والسرعة حاجة الأولانية في أفاسوس واحد وعدد أربعة آية في منتهى الروعة يقول بوليس لأهل أفاسوس كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبيلا لوم قدامه في المحبة والعجيب أن كلمة قدسين هنا يا أخ نزار هي كلمة هولي مش سينتس هولي هي نفس الكلمة التي تقال على الله شخصيا فالملائكة الثروفين لما شفهم أشعية في أشعية ستة وقفين حوالين العرش هذا نادى ذا قائلا قدوس 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 القاب والابن والروح القدس مجدوه ملء كل الأرض هولي 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 الله القاب اخترنا عشان نكون هولي زي ما هو هولي قدسين لأنه هو قدوس طب عمل ايه اخترنا في الأول للقداسة رقم اثنين غسلنا وهيئنا وطهرنا طبعا كل من يؤمن به يقول لنا الكتاب في عبرانين 13-12 آية في منتهى الروعة يقول لنا يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه يقدس الشعب بدم نفسه إيه اللي يغسل الطبيعة الدنسة يا أخ نزار إيه اللي ينقي أتغسل بمية ده لدرجة انه انه ربنا بيقول لأيوب زمان في أصحح تسعة بيقول له لو اختسلت بالتلج وانا اضفته آسف ايوب بيتكلم ربنا بيقول له لو انا اختسلت بالتلج وانا اضفته يدي بالاشنان الصدى الكوية فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني سيابي إيه اللي ينضفني الصدى الكوية بيقول له بعد ما تغسل بالصدى الكوية تحطني في الطين مرة تانية ده مستوى النظافة بتاعت ايه اللي ينضفني اقول آية تانية يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه اخواتي الأحباء عندنا حاجة تطهر الضمير الناجس تطهر القلب الناجس الطبيعة اللي ميال الخطية والدنس هو دم الرب يسوع المسيح عشان كده يقول الكتاب فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة واختن فكرتي بآية قالها الرسول بوليس في رسالة كورنسوس الأولى أصحاح ستة يا أخ نزار وعدد حداشر بعد ما يعدد نجسات الناس اللي حوالينا الزنات السكرون الشتامون الخاطفون اللي قال عنهم لا يرثوا ملكوت الله قال يا حلوة في عدد حداشر وهكذا كان أناس منكم القدسين دلت على فكرة زيهم زي بيئة الناس اللي كانوا أشرار هكذا كان أناس منكم لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا